على عديد اليوم من طالبي اللجوء أو اللاجئين الموجودين في فيينا يقدموا مادة دسمة فعالة يعني رائعة للأحزار بغض النظر اليسار أو اليمين لن نحدد لأننا نحن مستقلون وليس لدينا علاقة بأي حزب مهما كان يكون إلا من حالة التوصيف السياسي يعني يا أستاذي شباب من أفغانستان والصومان وسوريا يقومون بابتزاز أطفال داخل المدارس سبتعطيني اثنين يورو بالشهر أو بالأسبوع ما بعرف قديش بصراحة وأنا بقوم بحميك يحميك وفيه أمور يعني بيقول بالخبر أنه قاموا بابتزاز أطفال على مدار سنة ونصف بيأخذوا منهم مبالغ مشان يحموهم يحموهم من ماذا ما بنعرف ويقوموا بضربهم وفيه كمان بعض الأشخاص وهنا نفسه الأشخاص قاموا بالتحرش بالبنات جنسيا بشكل أو بآخر الأطفال الموجودين في المدارس وهدول الأطفال لأنهم بيخافوا بيخافوا من المدارس بيخافوا من الإدارة بيخافوا من أهليهم كانوا يسكتوا كانوا يسكتوا 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 فهذا الشيء تفاقم بشكل كتير كبير إدارة المدرسة على يبدو لحظة الأمر بوقت متأخر وقامت على ما يدو بإبلاغ السلطات والسلطات قامت بتابعت هؤلاء الأشخاص وفيه كمان شخصين آخرين كمان من سوريا تم محاكمتهم بأربع أشهر غير قابلة للتنفيذ يعني بآخر الخبر هذا الخبر مبارح نشرنا يعني شي مؤسف فيه فوضى كتير كبيرة بصراحة من جهة طالبي اللجوء يضاف على ذلك عدم المسئولية التفلت الذي نشاهده من الأهل أو العديد من الأطفال أو الأشخاص أو اليافعين يا سيدي مش هنقول أطفال الذين جاءوا للنمسا من دون أهليهم من دون ذويهم فهدول بصراحة صاروا مشاع صاروا يعني تجار مخدرات يعني خبر أول مبارح كمان مبارح نزلنا خبر يمكن ما لهم موجود اليوم معنا بالقراءة سوريين كانوا عم بيبيع مخدرات بالرويمان بلاطس فإجا شاب من الشيشان قالوا له تشتري مخدرات أم قال له لا أم اعتبر إيهاني أم راح جابه جاب أبو أم طعله شابين شابين بالمشفى والشيشاني وقالده بالسجن شو هالفوضى يا راجل يعني طالبين لجوء خلال سنوات تحولوا لتجار مخدرات تحولوا لعصابات تحولوا لمشة الحين تحولوا يضاف على ذلك ظاهرة كتابة كلمات معينة وشيء متعلق بعشائر سورية هو مفد بصراحة من التعليقات الكثيفة بهذا الشأن ورموز وأرقام بشكل يعني بصراحة شكل ملفت للنظر جدا طب انت شايف ده تأثير ده على المجتمع النمساوي تأثيره سيئا تأثيره جدا تأثيره فكرة نمطية على كافة العرب على كافة الأجانب على كافة خاصة يمكن فينا نقول المسلمين أكثر من غيرهم سينظر لهم طبعا هذا على الناتقين بالعربية الناتقين بالكردية لأنه فيه فوضى مستشرية بشكل كبير خاصة بفييننا على ما يبدو منتشرة يعني طب مش هو ده بيدي فرصة لأحزاب اليمين اللي بتطالب بترحيل اللاجئين عدم إعطاء البعض إقامات يعني هنا بيتخذ الحابل بالنابل زي ما بيقوله وبحيث أن يبقى فيه أسر عايزة تعيش أو تعيش في حياة أمنة بتتاخد لمجرد أن ده لاجئ زيه زيه ده يعني طبيعي يمكن إضافة إلى بيع الدخان يعني شوف بيع الدخان والكذا والأمور المنتشر على المجموعات السورية بشكل رهيب بشكل كثيف للغاية يعني البيع بالأسود نحن نشرنا بعض الصور التي تربنا بالعشرات على بريد إنفوغرات بصراحة هذا الشيء أثار يعني فيه كثير من الأشخاص كثير ناس مستاءة من هذه التصرفات التي تحمل شو صفت الجالية السورية أن الجالية السورية عنيفة مع أنهم العديد منهم أشخاص محترمين وحملة شهادات وأكاديميين يريدون ويعملوا عندهم شركات وعندهم أعمال وأثبتوا نجاحهم بفترة قياسية للغاية أسرع من أي أحد آخر وهذا الشيء واضح ومعروف وموجود بالقراءات وبالإحصاءات ولكن تكون هاي الأخبار من نوع معين منتشرة فوضى بالشوارع عنف فوضى على وسائل التواصل الاجتماعي وشوف في مختلف المدارس عندها لما أنت بتروح لمدرسة ما دي المشكلة ما حدا بيقدر دي يمكن البذرة اللي هي بتبني المجتمع هي المدرسة لما يبقى فيها الحالة دي نتمنى أن أولاء الأمور ويمكن أن ننشدهم من منبر انفجرات الاهتمام بالحياة اليومية للأطفال في المدارس يبناهم بشكل عام